السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبتي كنتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي اتمي الساحتي والعافية اليوم ان شاء الله واحد الفيديو الصغير جدا وعلى واحد الوصفة اللي هي طبيعية وفعالة جدا للتجاعد وبالخصوص يعني انا كان وجدا باش نستعملها هات الايام هادي وبالخصوص يعني احنا يعلى مقبلين على شهر رمضان الفاضيل وكما كتعرفوا يعني بزاف ديال النساء كيفقدوا الوزن وفولا يعني هاد الوصفة هادي هي وكتعرفوا يعني ان فاش كان فقدوا الوزن يعني الوجه كذلك كيفقد يعني ذاك تضعف شوية والعديد من النساء تبدو يلاحظوا واحد شوية ديال تراهولات او ان البشرة يعني كتبلي ما كتبقاش فاغم كما العادة وهادي الماسك هذا هو يعني كي مشكلة كي يعطي واحد ديكلام فاغمتين البشرة وتيساعد بزاف على القضاء على تجاعد هاد الايام بقيت عليكم تجاعد 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 مهمة البنات ونطوش عليكم ما دينبدا ان شاء الله في الفيديو مباشرة كيفما كتشوفوا عندي ثلاشة ديال المكونات يعني بساطين بزاف عندي غان نحتاجو في هذا الماسك هذا ابيض اوي ابيض البيض من الاحسن تكون يعني بيضة بلدية انا هنا غان ناخد ابيض بيضة انا هستعمل غير الابيض والصفر غادي نحتفظ به البعض من بعد الزمز بزاف عندي انا هنقضوا ابيض بيض هذا نستعمل فقط ابيض البيض نحاول نحيذ هذه هي ثم ونولا البنات عندي ابيض البيض قطع اذاك حشوي هاتشى بشي بيد لكم ولان عندي ابيض البيض نحاول يعني انني امتربون زيان يعني هانتما من بعد ما كيتترر مزيان غادي نزيدوا له قطارات ديال الحامض تقريبا هانتما اختيش انا هنا هي ربع ربع حامضة اذا نحاول انني نعمل يعني قطارات ديال عاثر تقريبا ديال ربع حامضة و المهم فاتش كامل لذلك الحامضة البنات هو ديزنفكتون يعني تي وقت ينقي البشرة كي يساعد على تبيض يعني كبيض وكذلك تيسد لنا البوخ يعني البنات اللي عندهم مسام انتم ما اشتون يعني هذي ثاني وصفات قريبة كنتستعملها ويعني في اي مرة كنبغي نتحكم البنات اللي يعانيهم المسام ضروري تستعملوا الحامض في الوصفات لانه عنده واحد الفعالية بزيف انه كيسد المسام اللي كتكون يعني الواسعة ديال البشرة و ابيض البيض في البروتينات بروتينات ممعروفين يعني كيساعدوا في تكوين الخلايا ديال البشرة و كيعتهم ديك اللي الاستيسيتي و الفيرمتي باش تبقى البشرة محافظة على على يعني على الشد ديالها بدون تجاعد هذا بالنسبة للأصفر البيض بالطبع العصر الحامض هاتو ما اشتو من بعد المكون يعني اللي هو مهم شدا فالوصفة هاتي هو زيت ارغان زيت ارغان حاولوا تكون يعني ديالها تجميل غاتت توضعوا لي يعني تقريبا واحد معلقة حتى معلقة صغيرة مثلا حتى معلقة صغيرة و نسموه ما لحساب انتو ما هاد الوصفة بما تقدروا تتعملوا حتى العمق هنا يعني غنستعملها للوجه وغنستعملها للعمق يعني الحاجة اللي هي الحاجة اللي زوينة بزاف واللي اللي خسكم تبطلها البال غنين نشرحها لكم تتويتلا هي يعني الطريقة باش هدي نخدم الوصفة الوصفة فاش غنبغي نحطة على وجهي هذا هو هو اللاستيوس هاد الوصفة هدي هانتو ما مثلا انا عنا نطبقها على اليد يالي هاد البلصة الفقنية هي يعني الفق الاعلى ديال الوجه وهنا الاسفل ديال الوجه شوفوا يعني انا ميغن بغن نطبقها غنبدا من الاسفل وانا طلعة وما تعودوش مداخرة يعني مرش جبدة وحدة وما كتعودوش هكتة هكتة فقط وكان خليوات نشوف ضروري هاد العملية هاد علاش لانني بحيلة يعني ذاك البشرة اللي كتكون يعني مترهيلة وكتكون عندها واحد لا تندنس انها تكون بحيلة دابلة انا هنا في الطريقة هدي كنشدها يعني كنهزها الامام بالخصوص يعني ان البروتين اللي كينين في البيض في الابيض هما اللي غادي عملوا ليك بحل واحد بحل واحد كيفش نسميها لكم بحل واحد الحاجة اللي هي بحالة ندروا القبص على البشرة هاد القضية هاد الاصفر الابيض البيض فاش غادي نشوف يعني غادي دلكم حل واحد الكالة على البشرة وغادي بقى مشدودة وفي نفس الوقت غادي تكون كتمص مكونات ديالي اللي انا كنعطيها دابا وغا تلاحظوا واحد الفرق عاجب جدا ويعني اي فتاة من 25 سنة ممكن تستعمل هاد الوصفة هدي بدون بدون اي اي تحفظ ولا البنات هذه هي الوصفة وهنتما كتخلي ويني الوقت باش غادي يشد دراسه يعني واحد عشرين حتى الثلاثلاثين دقيقة وكتغسله وممكن تستعملوها حتى كل نهار هدي ما عنداش حتى شي مشكل هي فقط يعني توني فين وكي يشد البشرة يعني ما تخافوش منها وتقدروا تحتفظوا به هاد الخالط هاد ديالكم حيث بما ندرنا فيه الحامض يعني راح سيكون تحتفظوا به ثلاثة ايام وهذا الشي اللي كان ابنت له هاد الوصفة هدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته